خلينا مقتنعين ان النوم من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها في يومك الطويل والنوم مش تضيع وقت ولا حاجة بالعكس لانت لازم تنام عدد ساعات كافي جدا عشان تقدر تكمل اليوم اذا كان في شغل او رياض عشان جسمك يقدر يقوم الحاجة اللي بتعملها النوم زي وزي الاكل بالظهر بس السؤال هنا بقى ليه في ناس بتصحع من دبة النملة وناس تانية مبتصحاش بسهولة حتى لو نايمين في فرح وايه بقى السبب في كده الناس المحظوزة اللي في حياتنا هم اللي اول ما يحط رأسه مع المخدة بتلاقيهم راحوا في النوم على طول هم برضو نفس الناس اللي ممكن يصحوا في اي وقت ويرجعوا يكملوا نوم عادي وممكن يناموا في اي مكان بقى مواصلات كلية مدرسة مبتفرقش ودايما بنقول على الناس دول نومهم تقيل النوع التاني بقى الناس اللي بتعاني من قلة النوم اللي بتصحى لو حد كان ماشي في الصالة اصلا مش في القودة اللي هو نايم فيها ولو صحيت مش بتعرف تنام تاني بسهولة خالص الناس اللي قبل ما تنام اصلا بتاخد لها ساعة تفكير على ساعة تقنيف ضمير وبعدين تبدأ تفكر ان هي تنام ودول دايما هتلاقي نومهم خفيف جدا احنا ممكن من الصعب اننا نتحكم في نومنا بس ممكن نتعلم منهج يخلينا نعرف ننام النوم صحي وهدي النوم الصحي والكافي ده حاجة ضرورية لصحتنا وقلت النوم بتأثر بشكل كبير جدا على حياتنا اليومية وبتقلل من قدرتنا على مهمات يومنا زي ما قلنا شغلة ورياضة وغيرهم كتير طب ليه بقى؟ ليه؟ بعض الناس بتقدر تنام برغم كمية الدوشة اللي حواليه وناس تانية بتصحى من اقل حاجة عشان دماغنا مختلفة يا جماعة مش كلنا شبه بعض بس السبب الرئيسي هو نوع نشاط المخ ومعروف باسم المغزل النومي والمغازل دي في الاساس بتكون خلايا شوكية مخية مولدة من الضوضاء الكهربية ودي دور هايه بقى؟ ان هي بتلغي المؤسرات والمحافزات الخارجية اللي بتخليك تصحب سرعة وبشكل اساسي بقى كل ما زيت عدد المغازل النومية عندنا وقت النوم كل ما نمنى بشكل طبيعي وكويس جدا وبالبلد كده عشان لو لسه في حد مش فاهم كلنا جوا دماغنا حاجة اسمها مغزل نومي بتساعدنا اننا ننام بشكل طبيعي عشان بتمنع اي اصوات بتحصل حواليك وكل ما المغزل ده زاد هنعرف ننام كويس ومش هتصحى بشكل مفاجئ مش هتصحى قالص يعني لو المغزل ده قليل فهنبقى معرضين اكتر اننا نستقبل دوشة واصوات هتصحينا من النوم وتسبب لنا ارهاق وقرق وقلة نوم وليلة كبيرة او ساعدتك يعني وبرده لازم نحط في اعتبارنا ان فيه ناس بتنام بكفاءة اكتر من ناس تاني ده بسبب شكل الحياة والعيشة المختلفة وحياة الشخص ده على حسب التمارين الرياضية اللي بيعمله والاكل الصحي وانه ممنوع يشرب اي حاجة فيها كافيين زي اللي موجودة في الشاي والقهوة والحاجات دي مثلا انت اكيد لو عملت الحاجات دي هتساعدك انك تنام بشكل كويس جدا مش هتصحى كتير بالليل وانت نايم بعكس بقى ناس تانية كتير اللي لا بتلعب رياضة ولا فيه نزام غزاي اصلا وبتشرب شاي وقهوة كتير بقى انت فاهم وكمان الناس اللي نومهم تقيل فعلا بيكون مخهم ناشط جدا وقت نومهم ومشغول بحاجات كتير من المهمات ونشاط ده بيمنع طبعا وصول الاصوات والافعال اللي بتصحي اغلب الناس عشان كده بتخلي النومهم تقيل فعلا وبكده تقدر تقوله يا بختك يا عم وبس كده يارب تكون الحلقة عجبتكم قولونا في الكومنتات اذا كان نومكم خفيف وبتعانوا من ده ولا تقيل ومرتحين لو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتات ونرد عليه ما تنساش اللايك والاشتراك واشوفكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة